بسم الله الرحمن الرحيم وهنا بيكم مرة تنجا هنتكلم عن براكتس تاست 2 و 3 خليكم معايا كده لو في اي حاجة انتم تعرفانها اكتبوها في الكومنتات و لو انت محملتش الامتحانات دي فهتلاقي لينك تحت وصف الفيديو ده في الجزء الخاص بالامتحانات دي الامتحانات كلها من اول واحد لحد الامتحان رقم 20 هيا نشوف مع بعض الاول سؤال بيقولك ان كلمة هي نقط هي ابرافيتشن ولا أكرونيوم ولا word ولا بنك تويشن؟ خلينا نترجى من الاختيارات من الاخر بنك تويشن اللي هي علامات الترقيم زي النقطة او مثلا علامة الاستفاهم اللي تحطها في اخر السؤال دي كده اسمها بنك تويشن علامة الترقيم Word اللي هي كلمة cbr مش كلمة اختصار اختصار بالانجليزي معناها ابرافيتشن او اكرونيوم تاب اي الفرق بينهم؟ الفرق ان اي اختصار اسمه ابرافيتشن الأبريويشن نفسه جواه أنواع تنا من الاختصارات كلمة أكرونيوم نوع من أنواع الأبريويشن تم إيه الفرق بينهم? الفرق أن الأبريويشن هي اختصار سوية حروف بحطهم جميع بعض بيكون الإختصار يعني أنا عندي كلمرة طويلة بيخد أول حرف من كل كلمة بيكون الإختصار لو الحروف دول بنطقهم كل حرف الواحده يعني أنا بقول C B R بنطقهم كل حرف الواحده بيخد أبريويشن لو الإختصار دا بيتمnisطit ككلمة واحدة مثلًا زي كلمة ناسا ناسا اليها وكالة ناسا دي éختصار ده مش كلمة ده مش كلمة بجد لا دي اختصار بس الاختصار ده أنا منطقه كل ما واحده فـ qui nasa اقول عليها Micronium أم CBR اقول عليها Sacr explodes لو الاقتصار بتاعك بيتنطق كل ما واحده بتاخد еще Caption لو بتنطق كل حرف الواحده CBR بتاخد المbody 발ởi علي نوعات اللي المعلم قاله وهذه كده هو عمل الواجب الخطأ اللي اللي فاتت أو بالأمس علي أساء فهم المعلم ولا خدع المعلم ولا أفسده أو دمره ولا تجادله أو تناقشه اللي هو تخانق مع المعلم فهو ما تخانقش هو هو فهم اللي المعلم قاله بشكل غلط عشان كده هو حل واجب غلط واجب تاني غير المعلم طلبه تلاتة عشان كده إحنا عارفين إن أوقات الأطراط دي بجت هما عدلوا الجدول إحنا عارفين إن المعلم الجديدة دي صحيحة مسحوه خالص ولا صول بتحلوه ولا أبديتت حدثو فياخد رقم دي أبديتت هما غيروا جدول المعلم بتاع الأطراط عشان كده إحنا عارفين إن المعلم الجديدة دي هي صح أربعة من النواة إنك ما تشاركش لوح من الشيكولاتة بوكس هنا مش معناها صندوق بوكس هنا معناها لوح لوح من الشيكولاتة فإتس مين بوخل كلمة مين معناها يعني كفعل أو بخل بخل ولا نيستي إنه هو حاجة شريرة حاجة مش كويسة ولا كيرلس حاجة محملة ولا قويس من الحكمة فإتس مين من البخل إنك ما تشاركش الحاجة بتاعتك مع أحد خمسة بوور هايجين كان انكريد دينجر أوف نوات أو بديزيززز ضحفة نظافة شخصية ممكن يزود من خطر نوات الأمراض خطر أفكشن أفكشن معناها تأثير أو عاطفة إنفكشن معناها عدوة ولا ديفكشن كم من ديفكشن معناها خلل ولا برفكشن أو لوه انتياز فناخد رقم بي إنفكشن عدوى الأمراض ستة محمد صلاح يعتبر نوات في الفريق أو فريق القدم المصري هو هنا عايز يقول محمد صلاح أحسن واحد في الفريق أو محمد صلاح اللي هو الصفوة بتاعة الفريق الصفوة اللي هو أحسن حد فالتعبير ده ده كريم أو أو كريم أوب ذا ده إنكم عتقيت إنكم تشاهدته قبل كده بس حارة خمينو عندك في الاختراض منتك ولا ويت اللي هو الأمح ولا كرب محصول ولا منوفاكشن أوه المصنع فالتعبير اسمه كريم أوب ذا كرب اللي يا كريم invented محصول كريم ويتم بقي محصولicating الصفوة أو ترجمة رقمت عراحية ستقول إنها كريمote المحصول بس معناها الصفوة كريم أوب ذا كروب لو وصفوة أو أحسن حد في الفريق كريم أوب ذا كرب سبعة عديدينت نو يوير مانستيتي ياصر دي أنا مكنتش عرب إنك في مدينة بتحتي إمبارح النو قطمي كان ياجب ان تتصل بي. كل ده حاصل في pathways everything your question of code and codeBoom seid فعندك في الاختيارات code downloaded and codeed الاتنين ستقرم بمن في المدارع وليس في المالء الفاللتوين دول مش معي هيبضل معounk. Should have forned Would have forned. Would have fornt انا مش عايزها باردو. انا عايز اقوللي كان ياجب ان. انا بقعد بو شوية. هني عاته بين الاصحاب. باقولو كان يجب ان تعصل بي you should have forned. كان ياجب عليك انت تتصل بي ببال가요. تمانيةا في ت menjadi الحلوة تخطيت المعلم طالب من التلاميذ ان هما يفتحوا الكتب بتاعتهم على صفحة رقم مية وخمسين. ما يهمنيش. اللي يهمني هو فعل تل. تل بجيب بعدها مفعول. مفعول بعد كلا حرف جارة طول. يخبر شخصا ان. يخبر تولد 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 او تل هجيب بعدها مفعول بعد المفعول هجيب حرف جارة طول المصدر. تل سمون تو. يخبر احد ان. يخبر احدا ان. فان هي حرف جارة طول. فبعد طول هجيب مع فعول وبعد المفعول هجيب حرف جارة طول المصدر. تسعة. هو كان محتاجها بشكل طارق. في الماضي. فانا كان يجب علي ان ارسل التقرير الى المدير العام. كان يجب ان. فكان يجب ان المثبتة العادية هتلاقيها رقم سين. باختصار كده عشان كل الباقي منفي. دير انت حافتو ماضي بس منفي. مضارع ومنفي. انا مش عايز مضارع ولا عايز ومنفي. مضارع برضو ومنفي. انا مش عايز لمضارع ولا عايز منفي. انا عايز ماضي مزبت. في الماضي المزبت الوحيد هو رقم سين. كان يجب ان ارسل التقرير الى المدير العام. لانه كان يحتاجه بشكل عاجل. عشرة. اخي كان سيصبح او كان ليصبح طبيبا لو انه اكتاز امتحاناته. عندي هنا جملة جواب الشرط. ودهاب والتصرف التالت. ودهاب والتصرف التالت يعني الحالة التالتة. حالة التالتة يعني بعد بيجي مارد التام. المارد التام هو رقم سين. لو اخي كان اكتاز الامتحانات بتاعته كان هو يصبح طبيبا. حتاشر. انا عندي احسن صحاف في العالم. ده لسلوب تفضيل وتفضيل هنا ولا ولا اسمها عربت زي ان دا Astroツ í لان انا بتكلم بقول حرف الجر غالبا بيجو مع التفضيل غالبا بيجو مع التفضيل في العالم كله فكدا انا بتكلم على تفضيل التفضيل اللي هو كلمة او ده اسلوب التفضيل من جيد. جيد. اسلوب المقارنة منها اللي هي دي دي في المقارنة مش التفضيل. اسلوب التفضيل منها يعني دي صفحة دي دي المقارنة منها وده التفضيل. اتناشر وضي مين نوعات ابعود ده ليكي. ماذا تنوي? ان تفعل بالشهان الانبيب او اللي هي الموسير المسربة. ليكي معناها تسرب. او مصربة. بتسرب مياه. الانبيب اللي بتسرب دي. انت تعمل فيها ايه? ماذا تنوي انت فعل? وديو مين تو دو. وديو مين تو دو. هنا كلمة مين معناها معناها تنوي ان. وديو مين تو دو. ماذا تنوي انت فعل? لم يبقى معناها تنوي بيقى بيتحرف الجورة والنصر. تلườiتاشر انا لم اكل لاشعر بالزنب. كلمة معناها زنب او مزلم. اتفاعدنا مع كلمة لو بتكلم على حاجة في المضارع بيخد موادي بسيط لو بتكلم على حاجة في الماضي بيخد موادي تام. دلوقتي هنان بقولك في الماضي. في الماضي. ببيعني بيتكلم على الماضي. يammen تستخدم الماضي التام. الماضي التام عندك هنا. او إلا يخليني ما أشعرش بالزنب? إن أنا أعتذر؟ ولا إن أنا ما اعتذرش. لأ أنا لو كنت اعتذرت. ما كنتش أحس بالزنب. فياخذ ركم دي. اتمنى لو أن أنا اعتذرت. اتمنى لو أن اعتذرت لم نكن لا أشعر بالزنب. لو أنا كنت اعتذرت مzzoبتة لم نكن لا أشعر بالزنب. I don't have enough money to buy lunch أنا ما عنديش مش معايا فلوس كفاية عشان أشتري الغذاء Not you lend me a couple of dollars هل يمكنك أن تعيلني دولارين couple of dollars دولارين هنا طلب في الطلب بتاخد might ولا could ولا may ولا shall فبتاخد could Could you lend me Could I will Could I will you lend me هل يمكنك أن تسلفني أو تعيلني 15 I read in the paper that you know the price of gas again أنا أريد في الجريدة أو في المجلة أنهم ما هيزولوا سعر الغاز تاني مدرع بسيط ولا ولا هيخذ هنا المصدر هيخذ هنا اللي هي رقم صيغة المستقبل المنسبة هنا هي مستقبل مستمر أنا مشاهد حاجة مستمرة هنا مبني المجهول أساسا مدرع بسيط مبني المجهول مدرع بسيط عادي مدرع بسيط بستخدمه مع المستقبل لم أعبر عن معادة ثابت هنا مفيش معادة ثابتة هيخذ رقم بي ستاشر والأخيرة كلما كانت الحفلة أفضل في ليلة البارحة كلما كانت الحفلة أحسن هتلاقي صعوبة أنك تستيقز كلما كانت أصعب التعابير اللي هو ذا مور ذا مور ذا أسلوب مقارنة ذا أسلوب مقارنة أسلوب مقارنة هنا هو أسلوب المقارنة هنا هو مور ديفيكلت مور ديفيكلت كلما كانت أكثر صعوبة أكثر صعوبة بعد كده القطعة الترجمة والجباب بتاعتي يزارع على الشاشة أخر حاجة معنا هي الترجمة أخر حاجة معنا في ليلة البتحاندة إذا كنت حريصا تستطيع الاستفادة من استخدام الانترنت لا يمكنك أن تشارك أو لا يجب أن تشارك كلمة السر الخاصة بك مع أي أحد فإنك إذا فعلت ذلك سوف يكونوا قادرين على رؤية معلوماتك الشخصية يمكنك الاستفادة من الانترنت إذا كنت حريصا فلا يجب عليك أن تشارك كلمة السر الخاصة بك مع أي أحد لأنك إذا فعلت ذلك سوف يصبحون قادرين على رؤية معلوماتك الشخصية أو معلوماتك الخاصة دي كانت أول واحدة ما فيهاش أي كلمات صعبة أساسا خلانا في الأخيرة وفي الثانية لقطة أسلوب العمل والاقتصاد العالمي كثيرا في كل الحياة العالم بجائحة كورونا حيث تضررت العمالة اليومية كما ظهرت العديد من الوظائف التي تؤدى من البيت وانتشر التسوق عبر الانترنت والتسوق عبر الانترنت انتشر أول سؤال عندما يكون هناك حالة طوارق ليجال الأطفاء عليهم أن يتصرفوا يتصرف أو يتفاعل اسمها يجب أن يتصرفوا برشفيد معناها يقنع معناها يقسم معناها يتناحد فالإجابة الصح هنا هي يجب أن يتصرفوا اتنين الكهف ده يعني مظلم قوي هل أي حد معها نوعات؟ معها سورد؟ معها سيف؟ ولا بوست؟ منشور؟ معها مصباح؟ ولا فرون؟ متجهم؟ سيخت رقم سي مكان؟ ضلما فانا عايز سي؟ عايز تورش؟ عايز مصباح؟ ثلاثة لو أنت كنت توقف مع أحد يجب عليك أن تنعط يجب أن تعتذر ولا تؤدي أو تفعل ولا شلتر شلتر معناها مقوى ولا تخضعه ثاني لا يجب أن تعتذر ربعة في لعبتهم بعض الأطفال نعط أنهم حيوانات الأطفال تم مكافئتهم يتكافئ على أنهم حيوانات ولا did عملوا ولا pretended تظاهروا بريتند أنها يتظاهر ولا looked سيأخذ رقم C تظاهروا بأنهم حيوانات خمسة أنا بحب أقرأ للكاتل المفاضل بتاعي بقرأ له باسس ولا بوست منشورات ولا باست ولا فيوس أنا بقرأ له منشورات على المدونة بلوج معناها مدونة فأنا بحب أقرأ مقالات مدونة بتاعت الكاتب المفاضل بتاعي بوست بحب أقرأ المقالات أو بحب أقرأ المنشورات اللي هو في نزلها ستة المراجعة بتاعة الفيلم كانت معتدرة في حاجة معينة عشان هي مهاجمتش الممثلين بشكل كبير ما انتقادتش الممثلين بشكل كبير اسمها مدريت انتون ساوند معناها صوت دتيل اللي هي تفاصيل أهاري مش عايزة اسمها مدريت انتون معتدل النبرة نبرة يعني المراجعة أو النقدة كان خفيف معتدل سبعة حاجة خطيرة فهيو مصنت اش معنى مصنت؟ لانا مصنت باستضمها في التعبير عن ان دي حاجة خلاص ملكش فيه اختيار مصنت ملكش فيه اختيار دونت حاف تو معنى انك حر اعود أو ما تعودش مصت يعني انا بقولك ان المكان خطير فانت لازم تعود ولا يهات تو في الماضي مش عايزها حتى لو في المظاهرة مش عايزها اسمها يو مصنت لا هيقب عليه كأن تمانية الطلاب حاسين بحاجة معينة دلوقتي عشان ان الامتحانات خلصت هنا اسلوب مقرنة هنا اسلوب مقرنة بيقرن من ايه وبن ايه؟ بيقرن من حال الطلاب دلوقتي وحالهم قبل الامتحانات بقولك ان هما اسعد دلوقتي اسعد دلوقتي من قبل الامتحانات ففيل اشعور بمزيد من السعادة هديد من السعادة الان تسعة انا اعتقد ان احنا في المستابل هنقود سيارات كهربية مدرع بسيط ولا بي درايفينج ولا بي درايفينج ولا بي درايفينج ولا بي درايفينج فيخذ المستابل المستمر عشرة احمد احمد يشعر بي المرض ويتمنى لهو ما يكلش الكثير من الحلويات هنا بيتمنى حاجة في الماضي هو حاسس بالمرض دلوقتي هو شعر بالمرض الان فهو ان يتمنى الحاجة في الماضي فبيتمنى في الماضي في الماضي انه ما كنتش يأكل. بيتمنى حاجة في الماضي مع يبقى يخد معها الماضي التام. يتمنى لو لم يأكل. جرب انت كده هتلاقي عندك هاجيب بعدها مصدر مش هاجيب بعدها في التسريف التالت هاجيب بعدها برضه مصدر يبقى لاتنين دول ما ينفعوش. هزنت مدرع تام. انا بعد بجيب مد بسيط لقيمة ماضي تام. فبجيش انا مستقبل ولا بجيب مدرع تام. بجيب ماضي تام. حضاشر. هو أنواة سعيد أنه تم اختياره كأفضل لعف المتش سيارتنا لاست في المنور سيارتنا أو عرباتنا لاست في المنور أكيد حد سرقها ممكن مت حافة سرقها مت حافة سرقها الاتنين بيعبرها عن احتمالية فالاتنين بمأنهم قد بعض فالاتنين هيتيروا هيفضل معي رقم سيفا أخذها أكيد حد سرقها تلتاشر لا تقوم بالمكان لا تقوم بها في المقعد أنا لا تقوم بها أنا أقول لك ما تقوم بها عشان أنا عندي نية أننا أنظفه أو أننا عندي نية أننا أدهنه فأنا أدهنه 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 الامتحان اللي فات الآن برضا نختار الزامور اللي يرقم بين كل ما أصبحت أغلى كل ما التوابل بتزيد كل ما الوجوة بتبقى أغلى خمسة عشر لو أبي كان هنا كان سيعرف ماذا سيفعل والمصدر يعني دي الحالة التانية حالة تانية يعني بعد إف هاجيب مرة الوسيط لو أبي كان هنا واتفعلنا أن في إف الحالة التانية كل الضمير بتاخد وير ما بناخدش وز كل الضمير مفرد أو جمع بتاخد وير مش وز ستاشر هشام بظم تكلم بشكل واضح فدا معناها ولا هي من الصعب الأن إحنا نفهمه يسمعه يعني مفهمه يعني منهاش معنا الصحيان هو هي هي اس دفكال تو اندرستاند هي اس دفكال تو اندرستاند معناها من الصعب ان نفهمو من الصعب ان نفهمو هي اس دفكال تو اندرستاند زي ما اتفاننا ترجمة القطاع تظهر على الشاشة يو اقل لجواب بتاعتها اشتركوا في القناة بكده هيكون ثلاثة امتحانات خلصة وتقريبا لهم مجموين في كتابة مدرسة ان شاء الله من المرة اللي جاي هيا بنحلق في الامتحانات العادية اللي هي الاختبارات النهائية من اول اختبار اربعة ركب اربعة نتبقى نحلق في الامتحانات دي مع بعض كده هيكون نتبقى خلص اشتركوا ان شاء الله اللي فيديو جاي